غادر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتيني جريفث العاصمة صنعاء متوجها إلى الرياض للقاء الحكومة اليمنية مصادر عالمية أكدت أن المبعوث الأممي غادر صنعاء إلى الرياض لمناقشة مقترح فتح الممرات الآمنة ونشر القوات الأممية لإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي وكان رئيس لجنة إعادة الانتشار الجنرال الدنمركي مايكل لوليسغارد قد وضع مقترحا بفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية في محاولة لإنقاذ اتفاق السويد من الفشل في ظل عدم التزام الميليشيات بتنفيذ اتفاق السويد ومن المتوقع أن تتناول مباحثات جريفث في الرياض ملف الأسرى والمعتقلين الذي تعذر إحراز تقدم فيه بسبب تعنط الحوثيين وإصرارهم على تيزئة الملف وهو ما رفضت الحكومة اليمنية